الكلام كان عن أن الأهلي أوقف مفاوضاته مع بشكتاش التركي حول موليكا الكلام الجديد النادي الأهلي ما زال ينتظر القولة الفاصل في هذا الأمر خلال الساعات الأوليلة اللي جاية لسه النادي الأهلي عنده أمل في حسم صفقة موليكا مهاجم بشكتاش لسه النادي الأهلي عنده أمل خلال الساعات اللي جاية يحسم صفقة موليكا لعب بشكتاش النادي الأهلي قائمة الأجنبية فوق السن مكتملة مكتملة علي معلول أليو ديانج أحمد كندوسي وأليو ديانج وأحمد كندوسي وبرونو سافيو وبرسيتاو الخمسة كبار طيب الخمسة اللي أنا قلتهم دول من الأقرب للاستبعاد في حالة ضم موليكا من الأقرب للاستبعاد مرة أخرى علي معلول أليو ديانج أحمد كندوسي وبرسيتاو وبرونو سافيو مين الأقرب لقرب برونو سافيو لقرب برونو سافيو أنه يخرج برك قائمة قائمة النادي الأهلي عم ما يتحط في قائمة الانتظار لو النادي الأهلي ضم موليكا رسميا خلال الساعات القليلة اللي جاية هيبقى برونو سابيو خارج قائمة النادي الأهلي ويتحط فيه قائمة الانتظار أو لو لحق النادي الأهلي خلال الساعات اللي جاية يعيره لأحد الأندي بس مش هستغنى عنه في كل تأكيد المقابل المادي بين النادي الأهلي وبشكتاش قرب للغاية للغاية الأمور بقت قريبة جدا وبشكتاش أصلا دلوقتي بيدور برضو خلال الساعات دي على لعيب بديل لموليكا بديل لبوليكا بتتكلم فيه فابيو بورينتي اللعب اللي كان بيلعب في إس روما من اللعبة القريبة جدا ليه بشكتاش لو ضموا بشكتاش هيبقى من نسبة 100% موليكا موجود فيه النادي الأهلي موليكا يقترب كثيرا خلال الساعات القادمة من النادي الأهلي وهيدخل القائمة بدلا من برونو سابيو بالمناسبة موليكا مباراة الموضاية كلها مع بشكتاش كان بيلعب كجناح مش كمهاجم وده سبب له هو دي ومداش الانتاج المتوقع منه مع بشكتاش انه هو اصلا مركزه الاساسي مهاجم وده رب بتاعه بيعتمد عليه كجناح ارقامه ما كانتش عظيمة في مركز الجناح زي ما انتو شايفين معظم الوقت كان بيلعب في مركز الجناح وده سبب من الاسباب اللي عايزة او اللي مخلامه ليكا حابب انه يمشي كمان بشكتاش وينضم للنادي الأهلي يعني لاعب يلعب كمهاجم ويلعب كجناح لو الاهل يحتاجه ده تشكيل لمباراة اخرى برضو فيها موليكا بيلعب كجناح مع بشكتاش الخلاصة مرة اخرى صفقة موليكا لم تغلق بالنسبة للنادي الأهلي صفقة موليكا فتحت مرة اخرى دي الخريطة الحيرية للتحركات موليكا مع بشكتاش كجناح جناح عايما بيشارك في معظم المباراة كجناح عايما صفقة موليكا ما تقفلتش صفقة موليكا خلال ساعات ممكن تحسم للنادي الأهلي صفقة موليكا لو تمت هيكون تواجده في النادي الأهلي بدلا من برونو سافيو اللي هيتم اعارته او وضعه في قائمة الانتظار وخلاص احنا قلنا برونو سافيو خارق قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية برونو سافيو ينتظر ربما عقوبة من الاتحاد البوليفيس تطبق عليه هنا ممكن تبقى شهر اثنين تلاتة لو اعلم ففي كل الاحوال الأهلي هيكون اول خيار لي عشان يسيب مكان فاضي لموليكا هيكون برونو سافيو دي الحكاية وما فيها طيب لأهلي بكرة ما خلص او خلال ساعات ما خلص موليكا برونو سافيو في القائمة زي ما هو قائمة النادي الأهلي